مرحبا مرحبا بهذا الفيديو راح أتكلم عن المانيتول سالت ايجار المانيتول سالت ايجار هو وسط انتقائي سيلكتيف وتفريقي ديفرينشيال انتقائي لأنه ينتقي فقط بكترية الاستافل لوكوكاس للنمو ويثبت بقية أنواع البكترية وتفريقي لأنه يفرق بين البكترية المخمرة لسكر المانوز والبكترية غير المخمرة لها مكونات المانيتول سالت ايجار بيبتون سوديوميكلورايد مانيتول بيف اكستراكت ايجار والكاشف في نوريد وممكن أن يضاف إليه ايج يولك الصفة الانتقائية للمانيتول سالت ايجار سببها التركيز العالي من كلوريد السوديوم حيث أن هذه النسبة من كلوريد السوديوم تثبت جميع أنواع البكترية عدى بكترية الاستافل لوكوكاس أما الصفة التفريقية للمانيتول سالت ايجار فسببها سكر المانوز حيث أن البكترية المخمرة لسكر المانوز تنتج أحماض في الوسط كاشف الفينوريد في الوسط الحامضي يعطي لون أصفر وبذلك فإن البكترية المخمرة لسكر المانوز تغير لون الطبق إلى الأصفر على العكس من ذلك فإن البكترية غير المخمرة للسكر المانوز تلجأ إلى استهلاك البيبتون الموجود في الوسط فيصبح الوسط قاعدي كاشف الفينوريد في الوسط القاعدي يعطي لون وردي وبذلك فإن البكترية غير المخمرة لسكر المانوز تغير لون الطبق إلى الوردي أما بالنسبة للأيغ يولك فيستخدم للكشف عن امتلاك البكترية لإنزيم اللايبيز من عدمه إذا عجبك الفيديو اضغط لايك وسو مشاركة حتى تعمل فائدة